بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خنق الموت والحياة ليدنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابه واجعلناها أرجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبتسا نصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذين قالوا بلى قد جاءنا نبيا فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض هنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشو أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمو أم أمنتم من في السماء أن يمسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيه وقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لكم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي كبا على وجهه أهداعا أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي